السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة دي ديو سامودي. هذا النهار ان شاء الله سنقدم واحد الموضوع اللي مهم 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 بزاف بالنسبة للمربين دي الانانيب المبتدئين او المحترفين. الموضوع كالتالي اننا هادا الارنابة احنا عشرناها. احنا حاولنا انها زوجناها مع الذكر وعندي واحد فيديو اه سابق اه ندرس اه كيفاش كيتزاوج يعني الذكر كيتلعبوا منها وكي يتزاوجوا بيها وكيطيح على جنبه الايصر ولا الايمن مهم اغالي ما كيطيح كيطيح يعني كيدرب رجليه وكيطيح ما كتقول المعاشرة صحيحة كيفاش غدي نقلبوا باش كيفاش غدي نعرفوا ان هادا هادا الارنابة صافي اراها حامل او راها تعشرت بالصح. عندكم الطريقة المعتادة وهي الجس يعني كتخشي الدك تحت الكرشها وكتقلبوا ولكن هادا العملية صعيبة وخاصة في الحقيقة يكون الواحد محترف باش ما يقاديش للصغار. الطريقة هي كالتالي انه في السمنة اللولة حاولوا تعطيوها التذكر يعني هانتم زاوجتوها مثلا نقولوا في واحد في الشهر. منين تفوت سبعية يعني في السمنة الاولى عطيوها له عو تاني. الى هي قبلات انها تتزاوج راها غدي تجري واحد جس جريات وكتقلس باش كتتتزاوج معها. يعني هي كتقبل. كان هالطريقة يعني صدقت لكم هالطريقة كان الله بها ولما صدقتش يعني نقولوا يعني هي نفرت وبقد كتتدير واحد صوت غريب يعني بحلي كتغوت. صافي عرفوها راها تمامايا راها تعشرت وراها ما قبلاتش. لان مني كتتعشر صافي. مني كتتزاوج مع ذكر وكتتكون العملية صحيحة راها صافي مرة اخرى ما كتقشت قبله. اما الى بغيتوا تتاكدوا عو تاني مرة اخرى وهي اليوم الخمسطاش يعني سيمانة اخرى. عو تاني نقوم بالنفس العملية. الى شفتوها اه انه فرت منه راها مية في المية راها معشرة وراها ان شاء الله غدي نجيب لكم شي خلفه. الى شفتوها اه قابلة انه قبلاته انه يقوم بالعملية دي التزاوج عارفوها انها مية في المية راها ما حاملاش. اذا هادي هي الطريقة الساهلة للحقها هي مجربة. ولكن القادية دي الجس انا ما كننصحكمش بها لانا الاغلبية دي اللي كيمشي ويديروا عملية الجس ما كيعرفوش. لانه هو خصك اه لابت يدي العملية للجس خصك بحالة تخصك تدير واحد تدريب. يعني تمشي مثلا للذكر وتقلبه. اه تمشي الوحدة مع الشراء وبدأتقلب وتشوف الفرق بيناتهم. او تشوف شو وحدة معمرها ما 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 ولس وتقلبها. وعاد تمشي الوحدة اللي حاملة وتقلبها وتشوف الفرق. انها في اللوك يكون حجم مختلفة كيكون حجم الزيتونة في اللوال حجم البلوطة. عاد كد يبدو يبانو في الكرش. ولكن هاد العملية في الحقيقة صعيبة فما كان نصحش بها. طريقة سهلة انه السيمن اللولة. يعني في النهار اللي عشرتوها حسبو سبع ايام وعطيوها للذكر. الى نفرة منه عارفو. 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 تنفر وتغوت يعني كدير واحد صوات مزعجة. عارفوها بالليل صافي رها تعشرت وصافي رها مية في المية رها حاملة. قبل تتعاشر معاه. تزوج معاه. الخطرة تانية هي بليوم خمستاش. ننتفت جس سيمانات. اعطيوها لعو تاني. وان شاء الله ما يكون غير الخير. اذا الى اعجبكم الفيديو. تكيووا على زر جام وتكيووا على زراج الجرس. كي يصلكم الجديد. كل الجديد ان شاء الله. وما تنسوش شعار دينا. ان الخير جاي لقدام ديما ان شاء الله. نوي وتفاعلوا بالخير. انا ان شاء الله ما كان غير الخير من هنا قدام. ديروا هاد المشاريع الصغرى. وان شاء الله انا غادي يلسبرتوا. وعرفتوا كيفاش تخدموا هاد المشروع. كونوا متأكدين غادي يعود عليكم بواحد النفع ان شاء الله. وانا كنرحب بالتعاليق الطيبة ديالكم. وكن شكوركم بزاف. ان القناة ترا بدت كاتل شهر. بدت يعني اعترفت بها اليوتيوب. الحمد لله. لي بغاشي تعاليق. انا على هذه الاشارة. والى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.